اشتركوا في القناة في صورة وفود وكان من بين الوفود وفد نصارى نجران ونجران دي مدينة في جنوب السعودية وقريبة جدا من الحدود اليمنية ولما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر اليهود وتناظروا وارتفعت أصواتهم وقال اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقال النصارى لليهود وما أنتم على شيء من الدين لما كفرتم بعيسى فأنزل الله تعالى اليهود ليست النصارى على شيء من الدين الصحيح وكذلك قالت النصارى في اليهود رغم أنهم يقرؤون التوراة والإنجيل وكلاهما يعلم أنه لا بد من الإيمان بالأنبياء جميعا كذلك قال الذين لا يعلمون من مشرك العرب لما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لست على شيء فالله عز وجل يحكم ويفصر بينهم فيما اختلفوا فيه يوم القيامة ويجازي كلا بعمله قال اليهود والنصارى ذلك لهوى في أنفسهم رغم ما عندهم من علم الكتاب قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهو أصدق ما قالوا وساوى كل منهما بينه وبين المشركين الذين ليس لهم كتاب ولا نبي أصبح لدينا ثلاث طواف يواجهون الإسلام اليهود والنصارى ومشرك العرب وكانت دعواهم جميعا أن الآخرين ليسوا على شيء كان من المفروض أن يتميز أهل الكتاب بما لديهم من علم الكتاب وأن لهم نبي مرسل فإذا تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون فمن يحكم بينهم بكل تأكيد يحكم الله بينهم يوم القيامة فهو يعلم كل شيء وهو وحده القادر سبحانه وتعالى أن يفصل بينهم بالحق ومتى يحكم بينهم أيكون الحكم في الدنيا لا فالدنيا دار اختبار وبلاء وليست الدنيا دار حساب فيكون الحكم والفصل يوم القيامة في الآخرة ليس الحكم هو بيان مخطئ من المصيب فكلهم مخطئون وسيكون الحكم بلوازمه من الجزاء والعقاب نعم بكل تأكيد سيحكم الله عز وجل بين الجميع قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابيين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد قالت اليهود ليست النصارى على شيء بلى في أول الأمر كان النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وبدلوا وحرفوا في الإنجيل وجعلوا عيسى عليه السلام إلها فلما فعلوا كل ذلك حق عليهم قول اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ونحن نجيب ونقول بلى كان وائل اليهود على شيء ولكنهم بدلوا وحرفوا في التوراة وقتلوا الأنبياء وجعلوا عزير ابنا لله فلما فعلوا كل ذلك صح قول النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب فهل هناك آية في كتبهم جمعت بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نعم كل تأكيد هنلاقي مثلا في التوراة وفي سفر التثنية الرقم 33 جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران والمقصود بجاء الرب من سيناء لما تجلى لموسى عليه السلام في جبل سيناء وأشرق لهم من سعير دينبوءة عن ظهور عيسى عليه السلام في فلسطين في جبال سعير أما بقى المقصود وتلألأ من جبل فاران فإن فاران هي مكة لأنه مذكور في التوراة أن سيدنا إسماعيل عليه السلام تربى في برية فاران وبكل تأكيد معنى ده أن دينبوءة لظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يهود والنصارى في هذه الآية الكريمة منطق الجاهل وليس العالم ونبذ الإسلام التحذب والتشيع لطوائف وفرق وليحذر كل مسلم من التحذب والاختلاف وليقول أنا مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سألك سائل من أي طائفة أنت هل أنت سني أم شيعي أشعري أم معتزل فقل له أنا مسلم أؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر